ويقف العالم من جديد فخراً بهذه الحضارة وهذا التاريخ ينظر إلينا كيف نحافظ عليها كيف نرعاها، كيف نحملها للإنسانية ونقدمها للأجيال القادمة نشعر بكثير من الفخر، كثير من السعادة، كثير من الزهو أننا أبناء هذه الحضارة، أبناء هذا التاريخ أمناء عليه ومستعدون للحفاظ عليه للأجيال القادمة الحية احتفالية رائعة تقدمها طبعاً السيد الرئيس وسيدة حرمه وكنا نرى الزهو والفخر والفخار في نظرات عيون السيد الرئيس وهو ينظر لهذا المكان ويشعر بالسعادة أيضاً أنه استطاع أن يحافظ عليه وأنه استطاع أن يفتتح هو وكل الأثريين وكل العاملين في قطاع الأثار أن يفتتحوا هذا الطريق مرة أخرى هدية مصر للإنسانية، هدية مصر للأجيال القادمة ليس فقط للسياحة، ولكن زي ما قلت لكم كل حجر في هذا المكان يحكي حكاية كل حجر له قصة تاريخ نحافظ عليه ونبني مستقبل فوق هذه الحجارة نحن ليس لدينا فقط تاريخ ولكن أيضاً لدينا مستقبل طبعاً دخول الرئيس الحياة كان دخول يعني بكثير من الإبهار ويعني فعلاً الحفلة كان حفل رائع بكل فنانيه بكل العاملين عليه الحفلة يليق بافتتاح طريق الكباش وطبعاً الموكب الرائع لطريق الكباش الذي يجسد احتفالات المصريين القدماء حيث كان الكهنة يحملون على أكتافهم مراكب الشمس ويجبون الطريق من الكرنك إلى معبد الأقصر